الرديل 90-90 هواها مصر هي دولة صغيرة مساحتها حوالي 716 كم ومكونة من مجموعة من الجزر في جنوب شرق قارة أسيا عدد سكانها حوالي 5 مليون نسمة دول بما فيهم يعني العمال الأجانب تعال بص على سنغافورة يا صديقي العزيز هتلاقيها نموذج للتعايش رغم الاختلاف في المعتقدات واللغة والدين والعرق والثقافة وحاجات كتير سنغافورة المجتمع سنغافوري 80% منه تقريبا من الصينيين و14% من الملاي وتمانية في المية من الهنود واحد في المية من الأورو أسيويين وأعراق أخرى ده التنوع سيبك من ده سيبكم من يعني ده اللي هو لي عامل أو يعني بيقول لحضرتك كمان إن في لغة مختلفة سنغافورة فيها أكتر من سبع ديانات ومعتقدات مختلفة ما بين البوذيين اللي بيمثلوا 33% من المجتمع مسيحيين بيمثلوا 18% لا دينيين بيمثلوا 17% و18% مسلمين بيمثلوا 14% و16% معتقد الطاوية 8% و15% الهندوس 4% ومعتقدات تانية 6% فحضرتكم متخيلين كم من الاختلاف الموجود في المعتقدات والثقافة والممارسات الروحانية واللغة والتقاليد والعادات وحاجة يعني مش طبيعية سنغافورة دي كتفين كتف الوبا بعدما انفصلت عن ماليزيا ورغم هذه الاختلافات الجوارية الكبيرة الحقيقة الموجودة إلا أن مؤسس سنغافورة الحديثة أو الرئيس وزراء ليها لي كوان يون بعد خرجها من الاتحاد الماليزي قال أنه من غير المنطقي وغير طبيعي أنه يستطيع يقيم دولة متسامحة متعددة الأعراق مثل سنغافورة الحالية خاصة أنها كانت بتعاني من فقر وجهل ودول عاملين كارثيين بيؤثروا على حالة عدم تقبل اختلاف الأعراق وعدم تقبل الآخر لكن الحال السحري اللي هو قال عليه في حديث كتير جدا عن أسباب نهضة سنغافورة هو أنه المجتمع قرر أنه يتعايش مع بعض المجتمع ودي الفكرة اللي لقاب عليها لي كوان يون عمل على أنه يوجد مساحات مشتركة ما بين الجميع كل اللي عايشين في سنغافورة واشتغل على تطوير المعنويات والمشاعر مشاعر الارتباط القوي بالوطن واشتغل على تعبئة الجميع على هدف واحد وهو عملية بناء أمة جديدة ده دفع السنغافوريين أنه هم كلهم مع كم الاختلافات اللي موجودة ما بينهم وبين بعض دفعهم أنه هم يتخلوا عن بعض الأمور ويتبنوا قيم عملية زي التعايش المشترك والاندماج وقيم العمل في إطار مجتمع متعدد الأعراق لي كوان يو لغى كل أشكال التمييز بين المواطنين على أساس اللغة أو الدين أو الطائفة أو غيرهم وتم حثفهم وكل العناصر اللي علاقة بالتمييز تم حثفهم من الدستور والقوانين ونجح أنه يغرس شعور التعلق بسنغافورة والالتفاف حول قيم العمل والجماعة والحوار والوحدة بعيدا عن تأجيج التناقضات العرقية والدينية وغيرها لي كوان يو أول رئيس وزراء لسنغافورة الحديثة قال أنه من أهم أصرار تقدم سنغافورة هو ترسيخ مبادئ التسامح بين الأعراق المختلفة وده اللي خلق التناغم والتعايش بين الأديان وكمان سنغافورة طبقت مبدأ الكفاءة وتجريم التحيز والعنصرية والمحاباة بسبب العرق أو الديانة ووصلت عقوبة إطلاق شعرات تمييزية أو عنصرية إلى حد السجن كمان ركزوا على ترسيخ مبدأ التعايش والتسامح من خلال تطوير مناهج دراسية بتحث على التسامح وتكثيف النشاطات اللي بتحث على التسامح وتقبل الآخر طب ما هو يعني الموضوع مش مستحيل يعني الموضوع ممكن يتعمل مع الوضع فيه الاعتبار أن في وجهة نظر بتقول أنه الموضوع ده لو كان بتطبق في سنغافورة واستطاع لي كوان يو أنه هو يصل لنتائج مبهرة في هذا الصدد إلا أنه مع وجود المواقع الاجتماعية دلوقتي والتطور التكنولوجي والانفتاح اللي احنا عايشينه في بعض وجهات النظر اللي بتقول أنه اللي قدر يعمل حالة التعايش دي قبل كده ويعمل طفرة ونهوض اقتصادي لبلده قبل كده فده عدة إنما دلوقتي عشان تقدر تعمل ده في ظل وجود المواقع الاجتماعية وأنه كل واحد بتحول فجأة إلى خبير في شأن ما فبتسمع وجهات نظر كتير جدا وفي أغلبها أو في كتير منها أو عدد مش قليل بيكون مش مبني على معلومة مش مبني على معرفة فبعض وجهات النظر بتقول أنه بقى صعب جدا أن حرك تقدر تحقق حالة التعايش دي أو تعمل نهضة اقتصادية بسهولة مقارنة بالماضي طيب تعالوا نعرف أكتر عن تجارب الدول الغربية في نفس الخلافات المجتمعية وترسيخ ثقافة التقبل الآخر ونعرف كمان نحاول نطلع كده برشتة إزاي نقدر أن احنا نتعايش مع بعض ورغم اختلافات وجهات النظر اللي موجودة ده هنسمعه وهنتحور فيه مع الدكتور طه أبو حسين أستاذ علم الاجتماع بالجماعة الأمريكية بعد هذا الفاصل خليكم معنا وتفرق مع رامي ردوان